شاهدتم قبل أيام الحلقة الأخيرة من مسلسل جميل فاميلي الذي لقي إقبالاً كبيراً من طرف العائلة الجزائرية خلال هذا الشهر الفضيل وفي هذا الإطار قررت تشروك استضافة المخرج المعروف جعفر قاسم مرحبا بك جعفر مرحبا بك مردى وشكراً للاستضافة تعكم لي جعفر كيفاش لقيت الانتقادات ليوصلاتك بعد عرض الحلقة اللولة والثانية والثالثة وكذلك الطاقة بتاع أسر الجمعي فاميلي كامل كيفاش تلقيت هات الانتقادات مع أنه يعني تعودنا نسو كل تشكر في جعفر في جمعي فاميلي بصح هذا المرة شفنا لاحظنا العكس صح لكن الججمة صحيبة انتقاد الأول كان شيئاً صحيبة عليها لأنه ليس قضية التعود لا المخرج قدميه ديت عمل لازم يستنى الأرض فعل لا يجب أن يكون لازم يكون لازم يكون إيجابي طول حياته فالانتقاد هذا المرة الأيام الأولى كان شيئاً وعر عليها وبعد ديتنا تقبلوا بديتنا حضموا مع الأول ما قبلتوش قلتوا علاش ووش كاين وبعد ديتنا نفهمه والناس ووش كانوا يسمنا ووش ما ديت لهم وبعد ديتنا نقول السنة وبالعقل أعطيت لكم حكاية وقصة شوفوها وسمعوها وبعد حكوه سيس كي سيباسي بدأت وبدأت 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 ولو يتبعو بها صديق ما كانش التجاوب معاهم أنا كان يشوفوا القصة صديق ما يقول ما هضموش الحلقات الأولى على لاخدش هوا ما دوك قاعد راهي سنة يشوف الجمعية في العائلة تاقو في البيت تاقو وكل يوم حكاية كل يوم قصة يضحكي أنا أخذت الأفونتور مغامرة ليس نعطي له حكاية أخرى اللي يقلت بلك تنجح أكثر وهذا هو الوريسكا وهذا هو المغامرة وهذا هي فبينسور ما تقبلتها تقبلتها لأن أنا كم أخرج نقبل الانتقاد لكن ما تقبلتها لأن كانت ماشي متعود عليها دوك متعود خلاص إن شاء الله والأسرة تعالى بقيت الممتلة لم تتصلوش بيك لم تكنتش على التصال مع هم كنت متصل مع سامير أسحراوي مع أبو شاي بالعكس كانوا يقولون للناس كانوا عجبينهم لكن أنا كنت متأكد بأن الحلقات الأولى لم يعجبوش الناس لكن كنت في نفس الوقت متفائل كنت لقول أسنة والحلقات لم جايين أحسن لكن كنت فهمت باللي كنت نقصت في التوقيت كل حلقة ماشي مني حال الحكاية قاعد تغرر محسورة في سياة أو ما رايحين عند السبتي في سياة لكن لو كان نقصت لو كان زيت في التوقيت كانوا الحلقات يكونوا أحسن كنت نقص نقصنا عدد الحلقات ونطول في الأخير لكن أنا ليس تليفزيون لديك سلطة لديك سلطة سلطة البرمجة هذه الغلطة التي قلتها كنت نقدر ندرها حاجة أخرى فالمسلسل المنسبة لي كان بزاف مهم فيه بزاف حاجات متحبيت نطرحها عليهم لم تكن قادر أن نحصرها من داخل البيت قاعد تردراها مترفاهة وماش عارفوا كيف حين يعيشوها والبوليسية والسراقين وما تحبيت الناس يكتشفوا عائلة الجمعية في حكايات ميلو دراماتيك فكهة ودراما ماشية هل عائلة يصروا لها أشياء يصروا لها أشياء مليحة عائلة تعيش مواقف حازينة نشوف ساميرا سحراء تبكي على وليدها نشوف الجمعية في الحبس ونشوفوا السيدة ومرتوك هذه أشياء لا يمكن مستحيل أن ترى في السيد لماذا الجرأة لأنني أحبيت أقول لهم حفيس لا أعجبوكم حفيس هذه هي المغامرة أعتقد أن حفيس عجبوهم ويقدروا أن ينسوهم في ما أعجبوهم هذا الرأي العام في المتلفة يقولون بدأت تعجبها بدأت حلا بدأت هذه بدأت هذه آتا سبيطر آتا العرسي آتا الفمبير كل شيء نحن أخذت الآخر كنت نسلنا نسلنا وقد نسلنا وقد نجوزوا الحلقات أكثر لكي يبدأوا يدخلوا في الإيجابيات في الرأي الإيجابي بسيطر نفعلت وحسيت كل شيء طبعا أرجعت لك أرجعت لك لا أرجعت لك قبل أن ترجع لك كنت تقبلت الانتقاد ترجع لك ترجع لك مع أن كانت مبكرة الجمهور لديه الحق لكن الصحافة إذا انتقدت عمل في الأيام الأولى ليس مليح ليس مليح ليس لديه الوقت لكي يضع لديه لأن ليس لديه سلسلة كل يوم حلقة وترى الحقات ثلاثة أولاد ليس لديه مسلسل ليس لديه الوقت ليس لديه الحبكة ليس لديه ليس لديه ونستفهمها ومن بعد تقول مليح ليس لديه في هذه النقطة بالذاتة عن الانتقاد ما أنك قلت أن الانتقادات جاءت سباقة لموعدها كان من المفروض أن الصحافة والناس لانتقدتك ترى العمل ومن بعد تنتقدك على الأقل ترى 50% على الأخر لكي يعرفوا إذا كان الانتقاد في بلاستو لأن الصحافة لما تنتقد مشروع ونبدأ نتكلم عن المسلسلة لأن السلسلة لا يوجد نفس الحكاية السلسلة إذا كانت موضوع ثلاثة لا أعجبوك لأن المشروع ليس لن يكون شيء كبير لأن المسلسلة لأن المسلسلة لديه حكاية لأنه دراماتيك لأن يقول ما يصير لأنه ما يموت ما يموت لأن الحكاية في نص الطريق لتقدر تعطي أجل ما في الأفلام و القنوات العربية الخرى حتى قناتي حتى يتكلم المشروع لأنه هذا نجح حتى لا نجح تحكم هذا تجد عمل قصر والمشروع ومشروع لأن الجسد لا كان لأن عندما أكبر يجب أن قلق وإن ولكن عبارة يتكلم لأن تتجد يعيش كما أشعر أدعو أحسن ومن بعد الصحافة يتمد الانتقاد الأولى يتعطي نظرة للناس يقول صحفة عندها الحق ولكن رأي صغير يقول يكبر على جب الصحفة المكتوبة حسيت أنك كنت مستهدف كانت أطراف تحب تكسرك خاصة خلال النجاحات عندما يكون ناجح الكلام هذا لا يريد أن يكون ناجح عندما يكون متقلق وعنده إنتاجه يفوت كل يوم في أحسن توقيته وعندما كانت منتجين أصدقاء وعائلة وصحفيين حتى نذهب بعيداً كانت بعض الصحافة التي تموّلها بعض السبونسور كما نقول أسموتهم كما نحن المموّل الرئيسي هو آيفوت في رمضان كانت منتجين أخرين يحب أن يدخل هذا المموّل الرئيسي توقيت المموّل الرئيسي في مجمع المجهزين لديهم الوسائل لتدخل ولكن لم يدخل توقيت المموّل الرئيسي فكل برامج يتبع على هذا الشيء ينتقدوها أصلاً وهذه بعض الصحفيين في الجرائد يكتبوها على هذا الشيء ومموّل من طرف نفس العملاء نفس الرئيسي طبعاً لا يتوقف هذه أنا حسيت بها كان بعض الصحفيين حسيت بأن الصحفي يكتب أشياء مثلاً يقول لك ما عرفتش كيف نجو المسلسل ما عليش هذا أنا قبله لكن أسمنا بعض الحلقات ومعدما تكتب علي تقول التصوير الخارجي كان عبارة عن صور فكس أنا بالعكس لم يكن يكتبع الصور كما أنا ندير الداخل خارج ندير النوع لأن ما نحبش منك راح الصورات تكون صدقة كاميرا وضيفها في المسلسلات الجزائرية تلقي كاميرا واحدة وزوجي تكلموا بينتهم لا تشوفيش حتى الإكسبرسيون على الفيزاج ولا كان زعفاً ولا كان فرحاً تكون زعفاً كاميرا كما هذه أنا نهضر معك ونتكلموا بعدها نروح وتتروحي مننا هذا ليس سينيما ليس تليفزيون يجب أن تكون مننا الكاميرا ويجب أن تكون مننا لكي نرى كيفية تنفعل معها ومعنا ندير النوع لكي نرى لكي نرى لكي نرى هذا ما نسمع لكي نرى السينيما ولا صحفي يقول لي هذا يحب يقول لي أن يذهب إلى السينيما وغلطة ولا صحفي ولا رأوا بعيد كل البعد على انتقادته كالناس حكوها هذه الأشياء وما هيش في محلها لكي نقبل انتقاد كما يكون بنا كما يكون على هما الناس ما ضحكوش على هذه لماذا الحلقات الأولى كانت تقيلة لماذا تصوير كان فيها غلطات هذه نقبلها لأن كإنسان نقدر نجاوب ونقول بالليبيا كانوا دي زيرور كانوا دي لانتور كانوا دي لغدور كنا نقدروا نقصوهم ونقصوهم عدد تقصير من الحلقات ربما هذا هو السبب الذي خلقت تعترف الصحفة الوطنية أنك صح أخطأت في بعض الأمور بيسر بيسر الأخطاء يعني ما كنبش عليك كانت حتى من قبل حتى في وجداني كانوا بعض الموادات أخطأت فيها حتى في ناس من العسيتي حتى في جمعي فاميلي حتى ما إنما يقدر كانوا لو كان نسيب نعودها نعودها لكن بعد كيشوفوا الناس في اللي كان أكثر العدد من الأخر كيكرهوا حاجة يشوفوا تم تم يرحل أخطأ فهمتيني فأنا بش أقول أخطأت ما أقول أخطأت لا نعترف بأن الحلقات الأولى كانت لأن عندما يقول أخطأ أخطأ القصاد لا يوجد هذا السيناريو لا بالعكس الناس تبعت ولشتي بالجزائر تبعت السيناريو وقت الإفطار الحلقات الأخرى كانت التوقيت بعيدة على الجمعية لأن الأيام الأولى الجمعية كانت وقت الإفطار ومن بعد بدأ يتفرق مع الوقت المغرب يا أخي صديق الإفطار على السبعة ونصولة والثمانية 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 حتى الناس تبعوا القصة حتى الآخر حتى النهاية هذا يدل على القصة التي تحصلت ومهمة وبعد نقدر نقول له بعض اللقطات لا تنسيش في جمعية المواضيع لا أعجبتش الناس لكن تقعد محسورة في مواضيع لكن هذا موضوع واحد ليس سلسل لا نستطيع الناس يقولوا الحلقة الأولى الثانية الثالثة واربعة لم يعجبوني ومن بعد ان يقول لي لم يعجبوني ومن بعد كانوا واحد تشاركوا لم يعجبني ومن بعد المدرس قالوا لا أعجبوا إذا يجبون بل أخرج سيكون يعجب الناس العدد من الحلقات لكن أنت صح هل تابعت العمل رأيك من اللي بدن لأن الرؤية على المخرج في التليفزيون وفي المونتاج لا يوجد كفيف أنا في التليفزيون أولاً نرى بعيدة أخرى وطمانتيك لم أستفدت من المدابعة لم أستفدت من المدابعة ونرى رداءة الصوت حتى تكلمت مع المسؤولين التليفزيون قلت لهم مو شهر المشكل لماذا التليفزيونات الأخرى يتلعط للأقمر ونرى تليفزيونات مغاربية وعربية وعربية لم تنسى الصوت والصورة لم تنسى الصوت والصورة لم تنسى الصوت والصورة لأنه لا يوجد الكثير من الإنتاج الجزائري نتكلم بكل صراحة أكثر الإنتاج كيف يصوروا ومن بعد المخرج يذهب إلى المونتاج ومن المونتاج يخرج الكاسات أنا لا أقوم بعمل هذا نحق المونتاج نقطع كما قلت الأستاذ قلت له أعطني صوت وحده لا، الصوت نفرقه نقوم بعمل صوت يرغبهم جميعًا ونقوم بعمل صوت أقوم بالصوت ونقوم بعمل الصوت في التصوير ونقوم بعمل صوت أعودتهم في المونتاج قلت الأمسات أعودوا وإعادوا بعمل صوت أعودوا يضعون صوت يحكم صورة، يخدمها لكل أشابة، يسجمها لكل أخطاء، كما ترى مثلاً للمبير، لكل أخطاء وحدها، كما ترى الحبس، أعطيتها غاية بلوتي، كما ترى سبيطات، كما ترى أخطاء، كما ترى في الطبيعة، أعطيتها لكل أخطاء، لماذا لا يوجدها في البث؟ هناك مشكلة في البث. هل يمكننا أن تحمل نسبة فشل بعض الأعمال؟ لا، لا، لا. لا، لا، لا. لأن الأمر بعد البرث لا يوجد الجورنال، وفي كل تلك الأمر، حتى على حب الحصول، لترى وفشل أو لا يوجد فشل، كما أحب أن نرى في البث أو لا يوجد أو لا يوجد فشل، في تلك التلفزيون، بأن ترى الصورة، يجب أن نزال لهم بلو، يبقى التواصل في البث أو تقنص بناتكار، وفي الصورة لا يوجد كثير، الورج والهار، الأمر ليس بأب، ��heeth، فلا يوجد أيضا فشل بالدرامة. حتى ماتش دو فوت، سمحيلي، ماتش دو فوت كنت تزابي على الجزيرة، تزابي على إنشان إترانجار، هذاك الغازون يفتح لك القلب في التلفزيون الجرياني يغم، إذا كنا نخسرنا، الغمات تزايد ربما البس طبيعة البس هي اللي؟ كان مشكل في البس، يعني ليس في التلفزيون، ليس في 21 شهده، عبو زرع أنا، ليس في بياتي، ونطدر، وترامل تلفزيون، كان مشكل في الوقت كنت لايزيم مع دونك Ну بالضبط، ليس في المساس، لم يكن يعرفيني بياتي، ولكن هناك كنت في المشاهد، شخص يغل على الجو؟ هل هناك مجيزة تصدردw؟ هل هناك مجيزة تصدر؟ ونحن نعطي لها حجم كبير لأن كل شيء يجب عليهم المهندسين ويجب عليهم المشكلة لماذا يجب عليك التليفزيون التونيزيين ونسمة تيفي المغربية مليحة مليحة شابة كيف ترى هذه الكاميرا شربة ترى في الجزائر بصورة ونسمة تيفي بصورة نت نفرق الصوت والصورة ويجب عليهم أن تسمعوا مليحة وعندما تقوموا بصورة كوميك ونقوموا بصورة لك ولكن هناك مشكلة في البث التليفزيوني لم يكن لديهم ولم يكن لديهم لم يكن لديهم من المتحدة هذا صح هذا العام هذا غير جمعية نحكيلك عنها لكي تلك المفترة حيث نعم، نحن كتبوا هذا الحوية نعم، نعم هل كانت شبكة باراميديات؟ في الخلال الشهر الكريم، كانت غانية ومتنوعة هل شيئت الأعمال؟ شاهدت كل شيء، ماذا هل شيئتك؟ ما هي الأعمال شاهدتك؟ شاهدت اللي جيمور جمعي، شاهدت هو هو كيف كنت تتشوفتها؟ قراءتك تقييم كل هذه الأعمال تقييم كل الأعمال لا بأس بها فيه نوع من يعني متقولية بعض الدراما يعود أصلاً إلى الكتابة سيناريو دائماً يعني كان مشكل سيناريو المرض التعليم سيناريو ثم سيناريو إخراج لما تكون سيناريو تستطيع قصة مليحة لما تكون سيناريو ومخرج مليحة تستطيع قصة حيث والعكس فأنا تقييمي لا نشكو مشكل السيناريو حتى أنا لكن بالنسبة لعدد الأعمال أنا أقول لماذا حضرت التليفزيون لأن العام نفات مكان واحد هذا العام ولكن أعمال العام يجب أن يكون ضعف هذا الأعمال لكي نستطيع أن نخرج مثلاً أحسن فكاها أحسن دراما لكي نستطيع أن نفعل تليفزيون نانجيريا تليفزيون نانجيريا إذا عملنا أكثر عدد ممكن من الدراما ومن فكاها نستطيع أن نعرفنا نحن ونستطيع أن نقول هذا مليحة هذا مليحة جعفر قاسم جعفر قاسم إنسان شخص عنده إحساسيات يقدر ينجح في حاجة يقدر يغلط في حاجة يقدر يقدر هذا العام سلكنا يعني سافع يدي شوز ملاح يدي شوز ملاح لا نستطيع أن نكون أحسن ميدالية داعبية كل عام هذه مكاشفة في الدنيا حتى في سينما أو في رياضة أو في سينسا في كل مجالات فهذا علش كما أقولك أنا السجرة لتغطي الغابة لا تغطي الغابة لا تغطي الغابة لا تغطي الغابة تغطي الغابة كنت تغطي الغابة مليحة لكن كان هناك شيء يجب أن نرى ميزانية لا تسمح لأنني أستطيع أن نخدمها أفضلت دخلت إلى مليحة الثاني لو نقد كبير يقدر مليحة لا تغطي الغابة تغطي الغابة تغطي الغابة ونحن نتعرف تغطي الغابة ونحن نتعرف تغطي الغابة تغطي الغابة تغطي الغابة لا تنسى تحكم الفرقة الزرقاء تغطي الغابة مع تغطي الغابة فهو سيارات ونحن نتعرف ثم اعتباد ونحن نتعرف بيضاً وين هوا العيب؟ أعلم أن المساعدات سيفريكي في بعض اللقاطات وين يجب أن يكون أشياء أكثر من لازم، بس حاجة اللي تساعد في الإنتاج مرحبا بيها، الحاجة اللي ما لازمش تفوت للفن، ما لازمش تغطيه على الجانب الفني تشفاسكوش بريديا، وممسحولها ساعدت لي، ولا تليفزيون قبلت، يعني لو كانك عطاوني الميزانية الكافية ما نروحش لها ولي الميزانية عطا قدرت لهم بش نخلص بركليزاكتور، أقومي، عبد الباسط، حلمي، فريدا سابونجي، فوزي سايشي، فريدا الروك، هادو كعي تطلبوا ميزانية أبوك ميزانية تحوميش بريديا، ما أقول لك شيء ما هو وزيد الآخر، وزيد هادو، والشعطة، والكوستوم والتميار، والسبير طبعٌ من كان تكريف شركة الرعامة اذن يعرف ذلك من كان تلك تحرك تلك الرعامة المختلفة، تؤد من الروكي تفوتين ايجب أن تلاحظني إلى هذا، لأنني أحدخر مبلغ كافرات، لكن قلت للمنينة، ساعدة 7 سنواتي من الدكائر حذر فإن لم أتصل إلى ذلك وهو غير للعقيد من أهل أسلح أحمر في طريقة مهدية — لا أكثر لا، فأنت أخبرني كأن أخبرني أشياء يشغل أسلح علي أسلحها يقدم بفضول الوقت ونجد أسلحها يعطي أسلحها فإن كان الوقت مطائق سنقوم بميقاً هذا المشاوم ، ونصف لا شيء ليس حراماً لأن تساعدني الأمر في الإنتاج، ويجب أن يجعل المشاكل لبعض المركات التي تساعد ل الإنتاج، أنه ليس حسناً. وعندما تستطيع المزانية للتعالف الأسنة، كانت الميزانية للتعالف الأسنة الإنجيرية، لأنهم لم يقلوا لجعفر أن ينقوم بك لا أداء المزانيين. كيف أن تستطيع المزانيين؟ لأنهم لم يكن من أكسب. لأنهم لا يكفي المفتنين. كيف ترى الوصط الكوميدي في الجزائر؟ القدرات والكفاءات لا يتعليق بالفنانية الوصط الكوميدي في الجزائر لا يوجد ستاتيو لا يوجد ستاتيو لا يوجد ستاتيو لا يوجد ستاتيو كم يكون مطلوب يدير كل شيء يدير فكسيو بعض الناس يتكلفون ممتلك مستاتيو عنده ستاتيو على ستاتيو أختيت والمقياس والشرط تنبث لكن يجب أن يكون في الدرس أو من موهب يجب أن يكون المشرك يجب أن يفلتر هذا مليح هذا لا يحدث كان سيدة طبقات، كان ستار تحته، كان الممثل عادي وممثل شبون ديريكس، فالممثل فتزاير راوي سوفري. وكما المخرج هو الفنان بعامة تعتيقات، خلت على التينيزيون تأسينيه، راوي سوفري علىه، ولكن لم يرى شيء مدأح 100% من طاقته، عنده يجيب المشاكل تاو، يجيب المشاكل الشخصية تاو، القليل الذي يجيني، أنه ينحي مشاكل تاو وي خلالها، ليه مسكني، ليه عايش بها، ليه حاليا، عايشة في أحياء، لم يقدروني أكتاب ويقرر سيناريو، فكيف يجيو بلمشاكل تاهم، أنا نقيم ممثل جزائري. حدنا ممثلين مليح، ولكن لزم أن نعرف أن نأخذ الممثلة، لا نتعرف أنه لممثل ممثلين كان هنا. يا ربي كان مياه لم يكن للدولة أو السلطات يدعون نظام معين للفنان كيف يسكنوه كيف يعطونه استاتيوه مثلاً كما يخدم في العام عنده العام كما في فرنسا في البلد الأخرى الفنان يخدم عام العام الجاي مما يخدمش يخلص هذا يعطي له وقت ارتياح ويري نعم الآن الممثل يخاف يقول كنا العام الجاي باش نعيش يقول يونا سوري هذا يضغط يضغي على الجانب الفني يخليه في أي عامل يحسب يخليه يحسب وبعد ذلك تقولي في الحساب تقولي غلطات يقولي مشاكل مع المنتج تقول المنتجة يقولي نخرج من الإطار الفني وهذا خسار يقولي نحن تقولي نحن لاحظت هو ببعض الأسماء الكبيرة في العمل على سبيبيتها لكني لا يوجد فيها لا يوجد فيها نحن في الحلقة الأولى ونحن في الحلقة الأخيرة ما هو السبب؟ بالنسبة لي لجمعي فاميلي هي جمعي فاميلي الاخرين قاعدوا يوف شرف الاخرين قاعدوا يوف شرف حتى لو كان هكيك حتى تشوفي مثلا سيد حمد أقوم ولا عبد الباسط ولا حتى مصطفى العريبي اللي لعب 30 ثانية ومهدرش فيها بالنسبة لي هذا شرف كبير لي وليه كذلك هذا هو هو اكتور حتى يجب الوقت لعب فيه ويجب أن هذا الوقت تكون فوغ ويجب أن يظهر يجب أن يظهر وترى سيد حمد أقوم نحب أن نمزج فيها أريد أن تقول أنه لا يقلل من وزن الفنان بالعكس، عندما قلت سيد أحمد داقومي في لاس بكتور علال قلت له بكل طاقاته لا نقص من طاقاته بالعكس، لكن عندما يكون ضيف شرف يمكن أن يكون القيمة تكبر في عيون الناس عندما يكون دوره صغير تحكم عبد البسط في الحبس يقولون أنه يبغابه ويعجبه لكن يجب أن يكون دوره يجب أن يكون دوره يجب أن يكون دوره دكتور هاوس المغني في نور الدين العلال كضيف شرف يجب أن يكون فريدا سابونجي سيد أحمد يجب أن يكون ساعد حيني يجب أن يكون دوره يجب أن يكون يجب أن يكون خطأ وارد يجب أن يكون دوره يجب أن يكون دوره ولكن حتى إذا كان لديه شهرة كبيرة حتى في العلوي يجب أن يكون دوره صغير لا ينقش لأنه ليس كثيرا بالعكس يجب أن يكون دوره يجب أن يكون دوره سؤال أخير هل سنشاهد جمعي فاميلي؟ لا 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 لأنني لدي مشاريع تقدر لا لا لأنني أخبرت جمعي فاميلي كان مشروع تعفل إن شاء الله ونحبه ونحبه لا أحب فيها بلعقا بصحبه أعتقد أن لأنني أخبرت جمعي فاميلي كما تتسمى العسيدي كيف وقع اختيارك على جريد الشروق تظهر في السلسلة؟ هي التي تكشف أمر عائلة جمعي فاميلي؟ هذا الاختيار كان صعب لأن أنت كم أحد أخرين نترا وعليها ولكن قبل مؤسسة الجمعي فاميلي كنت تحس بالجريدة يعني نقولها بكل صراحة ما نحبش من جامل كما أنتم صراحة قبل أن نعرض هذا العرض فهمت بأن السياسة الجريدة سيحب أن تذهب أكثر من كجورنال أكثر من سياسة الجريدة العمل بالشروق لا يوجد شروق مجازين أو فرق فيها وعليها لكن الأشياء الإيجابية للجريدة فيها وعليها فهمت بأن يحب أن تطور الإعلام كما أنتم مجرد تطور الإعلام 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 تم تطور الإعلام عن دائما أنظر الإعلام تطور الإعلام كما أنتم انتم بالتطور الإعلام وعلى 10 ميساج يقدر يجوز واحد نحس بأن الناس في هذه الجريدة يقدروا يوصلوا ويقدروا يذهبون أكثر من هذا لأن الابروف حبيتوا وشانة التلفزيون وشانة التلفزيون في جورنال نحن بالنسبة لنا عندكم الفرصة لا تكشل حال هنا أنا لديك فرصة لأننا سوف نعمل في قنوات واحدة أخرى ونحن لم يتطلبوني لا نحن لا أريد أن نعمل لأننا سوف نكون أكبر لكن المدابية الألجيريين نقوم بها القيمة لا نريد أن نستهدر عليها نحن نسيحة كما الجريدة لذلك نقوم بعمل أشياء في البلاد نحن نحن نعمل في المثال نحن نعلم المثال في البلاد ونحن نكمل ونحن نحن نعمل ونحن نعمل لا تطلب المنقع وأن نعود إلى تلفزيون لأننا سوف نحن تجربة ونحن نعود ميديا التي أظهر أن أذهب يمكنك إستخدام التليفزيون على هذه الشراء أرانا على أبواب عيد الفتر المبارك وشيقول جعفر مداتي الباعي شورق تيفي الشورق تيفي نقول بلي إن شاء الله في ليلة العيد نقول كل جمهور جزائري على قناة الشورق تيفي نقول مسحا أيضا إن شاء الله نكون موفقت في سلسلة مسلسلة جمعي فاميلي ثلاثة إذا بعض الأشياء موفقناش فيهم طبعاً هذا يعود إذا الجرأة أو كشكلوا للمغامرة المخرج لازم يكون المخرجي كل مغامر أو إلا ما موش مخرج نقول مسحا أيضا كل الجزائر اللي نحبها وإن شاء الله في مغامرة تحتخرات حتى السلسلة تعدخلين مسلسلة درامية فوقعية ونتمنى أن شورق تيفي تكبر وتولي قناة كبيرة ونقدروا كذلك أن نعرضوا لها بعض الإنتاج إن شاء الله محمود مسل خير مرحبا بك في الشورق متشرفين أنه شفناك اليوم معنا شفناك في سلسلة مسلسلة جمعي فاميلي ثلاثة تشارك تشارك والجمهور تعلق بهذا الدور يعني من بين الأدوار للاقات صادة إيجابة جداً في المجتمع الجزائري شفنا أنه الناس تفاعلت مع الدور وأصبحت تقلدوا وتعاودت كل الجومة التي كنت تقول لهم يعني كيف حتى جتك الفكرة تقبل الدور حساس كما تشارك؟ أصبحت هذه الفكرة جداً في جابر القاسم لي ونشكره بمناسبة كثيراً وتحياتي إليه وكي أطالي الفكرة عن الشخاك كنت خائفة حقيقة ولكن حاولت أن أتقبلها وعندما قلت تصين على التاري ونقرأت دور الشخاك هذا وعندما مع أولادي أعرف ما يكون الشخاك شفتوا شيئاً في جديد صانيمي وبعد قبلتها وخدمتها ونتحدت الحمد لله في فضل الجمهور الحمد لله وبالنسبة على نفس الدور شفنا أنه هذا الدور لقص هذا وبالتالي حتماً كان في ردود أفعال تشاركي فشرة ويعيش في يومياته في الشارع الجزائري نعرف أنه الجمهور الجزائري ما يتلقش يعني ما يتلقش الدور كما هذا نقول لك أختي أسيا ونقول لها الجمهور من أين نمشي؟ نسمع لك تشارك، يتشارك، ساكينة، القنون ربي بي في مكش ما عليش هذا هو الجمهور الجزائري والذي نزيد نحية المناسبة ونقول له ساعة طوالكم وأيام أو ساعات معدودة تفصلنا على عيد الفطن المبارك بهذاك لك سنت تشارك وتقول الجمهور الجزائري من خلال الشورق تيفي؟ أولا نحية الشورق تيفي وقبل ما نحية الشورق تيفي وكما قال الأخ جعفر ما ديبا يكون إن شاء الله قاناة يا عرب إن شاء الله وأنا الشورق نعرفها كي كانت في الخطوة الأولى وقالها وأنا بقالها وعرفت التقمتها في السينات وكما تقول الجمهور الجمهور بل بلاك أنت تشارك؟ يا جمهور أنا أحيان نقول لكم والله نقول لكم صحة عيدكم وكل عام وانتوما يا الشعب الجزائري وجيدة الشرق خاصة وعمو جعفر قاسم ونقول لهم صحا ايدكم وكل عام وانتوما بخير شكراً لك ساحا محمود شكراً بتوفيق ان شاء الله